مارس الكولر بعد المباراة في المؤتمر الصحفي قال لك هيا ما دخلناش الشوت الأول بشكل جيد ولكن تدركنا الأمر في الشوت الثاني بشكل كويس جداً ديه الأهلي ما دخلش بشكل كويس الشوت الأول من أول نادي الأهلي بيبع عنده مشكلة هجومية لما بيلاعب فريق بيعرف فيه أوف كويس خصوصاً مارس الكولر دايماً بيعزل اللعيبة بتاعة الخط الخلفي مع مرونة عطية وبيطير البكين وبيزق الاثنين تمانيات مع الفرود والجناحين لحد آخر المرعب فما بتلاقي إن فيه مساحات كبيرة جداً ما بين لعيب النادي الأهلي لما نيجي نستعرض بالحالات هتشوف إن النادي الأهلي عنده مشكلة كبيرة في المساحات اللي بتبقى موجودة أثناء الخروج بالكورة تيجي تتكلم على أول بص هنا ما تيجي تفرج على الشكل بتاع لعيبة النادي الأهلي هتلاقي إن كريم فؤاد موجود الناحة التانية محمد هاني مرونة عطية ورامي ربيع ومحمد عبد المنعم لما نيجي نماشي الكورة بص إمام عشور مقفول عليه زاوية الباص أكرم توفيق مقفول عليه زاوية الباص وكل فرقة النادي الأهلي معزول أول ما يلعب لرامي ربيع رامي ربيع هيستلم الكورة هيقوم يسلم محمد هاني أول ما محمد هاني هيستلم الكورة الراجل على طول من وإنت مغمض هيجري على طول مع بيرسي تاو هو بيرسي تاو بياخده عشان يسحى بالراجل وتتلعب في ظهر مين لأكرم توفيق فأول نمشي الكرة أول ما محمد داني هيستلم الكرة هيجي يلعب على طول الأكرم توفيق بص اللعيبة وقفة التراجع عاملة إزاي كريم وعاوز أوريك بص كام لعيب من نادي الأقلي موجود في الكدر لعيبت النادي الأقلي كلها بعيدة عن بعض فأول ما محمد داني هيجي يلعب الباص طبعا بيرستاو مقفوله علينا نكمل الباص تقطعت من نادي التراجع وتحولت هجمة كالعادة ده اللي كان بيحصل على طول الشوت الأولاني فيه مسافات كبيرة جدا نشوف الحالة اللي بعدها لغاية لما تحولت هجمة تاني نادي التراجع نفس اللي أنا بقول لك عليه بص الباكين موجودين لعيبة الخط كلها موجودة هتلاقي إن فيه مساحات كبيرة لإن التراجع كان حاطت ومالي نص الملعب ب3 أو 4 لعيبة عشان يقفل زوايا الباص على إمام عشور وعلى أكرم توفيق نكمل الكرة نفس الكلام برضا هتلاقي رامي ربيع هيسلم محمد داني أول ما محمد داني هيسلم الكرة عاوز يلعب الكرة لبيرستاو في المساحة التراجي واقف صح والمساكين بتوعه كويسين فأول ما محمد داني هيلعب الكرة هتلاقي الكرة برضو بسهولة شديدة جدا الرجل هيطلع بتاع التراجي ياخدوا الكرة لو نرجع للفريم اللي قبله معلش أوريك برضو الشكل بتاعنا الفريم كمان واحد قصة كريم صعب جدا جدا النادي الآلي يطلع بكرة خطوطه كلها بعيدة عن بعض والناس اللي بتطلع النادي الآلي عندها كلهم قفولوا عليهم زواية الباص نشوف الحالة اللي بعدها على طول اول ما محمد هيطلع الكرة لغاية لما كرة نفس الكلام برضو هنا لما نيجي بقى نلعب الناحة التانية ودي كانت الأزمة اللي موجودة كريم فؤاد مش عادلته ودي الأزمة اللي تحط فيها مرس الكولر مفيش لينك ما بين إمام عشور ومفيش لينك ما بين كريم فؤاد اللي بيحصل دايما يا إيمان بياخد الخط وعلي معلول بيخش جوا ولكن الأزمة إن كريم فؤاد ما عندوش الحتة دي لما نيجي نتفرج أول محمد المنع ما يطلع لكريم فؤاد كريم فؤاد هيحاول إن هو يطلع لحسين الشحات حتى أنت بص هتلاقي مرس الكولر تحت بيشاور بيقوله لعب له أول ما كريم فؤاد هيلعب بص لحسين الشحات ضغط كبير جدا من لعبت الترجي لعبت النادي الآلي ناحة التانية كلها معزولة مفيش حد في قلب نص الملعب يستلم الكرة بسبب إن كل زوايا البص مقفولة لحد ما الكرة يا كريم أول ما تقطعت راحت هجمة وكانت خطرة جدا للترجي زي ما أنت شايف الكرة تحولت لنادي الترجي حاول كريم فؤاد يطلحها قلشت وبالتالي الكرة راحت ورامي ربيعة طلحها في الآخر كانت هجمة خطرة جدا عن نادي الآلي فالنادي الآلي في الشوت الأول ما عندوش أي حلول في الخروج بالكرة الأهلي عمل جيم دفاعي رائع ولكن جيم هجومي في التدرج بكرة من تحت الميديام بلوك اللي كان عامله بصراحة فرقة الترجي كان صعب جدا على نادي الآلي والشوت الثاني لما قفش نزل آخر عشر ده الشكل تغير خالص وهنتكلم فيها طيب